هذه أهم عنوين أخبار اليوم المغربي أشرف حاكيمي يتسبب في كارثة كبيرة لرئيس نادي بارسان جرمان بسبب منتخب المغرب تصريح قوي من أيوب الكابي يكشف عن أسرار كبيرة قبل نهائي المؤتمر الأوروبي والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لما تنساش الدرجة من الفيديو تشترك وتفعل زر الجرس باش توصلك انتلول آخر الأخبار وجه الإعلامي الفرنسي دانيال ريولو انتقادات لاذعة لإدارة نادي بارسان جرمان بسبب موافقتها المبدئية على مشاركة الدولية المغربية شرف حاكيمي في الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك دون بقية لعبي الفريق وأشار ريولو إلى أن هذه المسابقة غير مدرجة في تقويم الاتحاد الدولي لكرة القدم وفق ما كشفت عنها صحيفة الكيبة الفرنسية وانتقد ريولو إدارة سان جرمان قائلا إدارة بارسان جرمان ستسمح لحاكيمي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية أعتقد بل من الواضح أن السبب هو إجبار أشرف على تمديد عقده مع النادي ربما تكون هي الطريقة الصحيحة وأوضح ريولو أنه يرى في هذا التصرف نوعا من الإسجابة لضغوط اللاعب وهو ما يعتبره تصرفا غير محترفا من قبل إدارة النادي وأضاف قائلا لكن يبدو أن الأمر مضحك هناك أندية تفعل ما يجب فعلها أما سان جرمان يفعل العكس دائما بل ينحني أمام رغبات اللاعب فحاكمي شدد على المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس والنادي سيوافق بشرط أن يمدد أشرف حقدها وهذا الأمر خاطئ وهذا النادي يبدو أنه مجنون فعلا كم عبر ريولو عن داشته والسيائه من سياسة النادي الفرنسية التي يرى أنها تفضل إرداء اللاعبين على حساب مصلحة النادي واستقرارها ومن المتوقع أن يشارك حاكمي دمنا لائحة المنتخب الأولمبي المغربية التي تتكون من 18 لعبا للمشاركة في الألعاب الأولمبيا التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس في صيف هذا العام وتعد مشاركة حاكمي في الأولمبياد خطوة مهمة لهوى للمنتخب المغربي حيث يسعى اللاعب لتحقيق إنجازات مع بلادها في هذا المحفل الرياضي العالمي ويبرز إلى جانب حاكمي اللاعب إبراهيم دياز كأحد أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس بينما ما زال الحسم في الأسم الثالث للمشاركة مع المنتخب موضوعا للنقاش بين طارق سكتوي مدرب المنتخب الأولمبي وواليد الرجرغي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول ويشار إلى أن المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الثانية في الألعاب الأولمبي إلى جانب منتخبات الأرجنتين أوكرانيا والعراق وتعتبر هذه المجموعة تحديا كبيرا للمنتخب المغربي حيث سيسعى لتحقيق نتائج إيجابية والتأهل إلى الأدوار النهائية ويأتي القرار بمشاركة حاكمي في الأولمبياد في وقت حسس حيث يتعين على باريس سانجرمن التفكير جيدا في تأثير هذا القرار على مسيرة الفريق في البطولات المحلية والقارية المقبلة وقد تكون مشاركة حاكمي في الأولمبياد فرصة له لتقديم أداء مميز على المستوى الدولي لكنها تحمل أيضا مخاطر التعرض للإصابة أو الراق مما قد يؤثر على أدائه مع نديه الفرنسية في المستقبل القريب وبهذا القرار يظهر باريس سانجرمن مرة أخرى استعداده لتلبية رغبات لعبيه الكبار في محاولة للحفاظ على استقرار الفريق وإرضاء النجوم رغم التحديات التي قد تترتب على هذه القرارات على المدى البعيد أكد أيوب الكعب نجم نادي أولمبياكوس اليوناني والمنتخب المغربية أكد التزامه بنمط حياة صحية والاعتماد بالتفاصيل الدقيقة للمحافظة على مستواه الرياضي وتحسينه وعشار إلى عزمه على بدل كافة جهودها للفوز بالبطولات مع فريقه وفي حديثه لشبكة سكايسبورت الذي نقله موقع فيولا نيوزا اليتالية قال الكعبي أعمل بجدية وأسعى لأداء كل شيء بشكل صحيح وأحرص على النوم الجيد والتغذية السليمة وهو ما لم يكن ممكن في الماضي بسبب دائقة المالية لكن الآن بفضل الله لدي كل ما أحتاجه وأنا مستعد لخوض نهائيات دور المؤتمر الأوروبي وسأقدم كل ما في وسعي للفوز بهذا اللقب الذي أتوق إليه بشدة ويستعد الكعب لمواجهة فيورنتينا في نهاي دور المؤتمر الأوروبي مع أولمبياكوس والمقرر قامته يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب وقد قدم الكعب أداء متميزا هذا الموسم حيث يحتل المرتبة الثانية في قائمة الهدفين بدور المؤتمر برصيد عشرة أهداف ولعب دورا محوريا في تأهل فريقه إلى نهايات وفي حديثه شدد الكعب على أهمية التفاصيل الصغيرة في حياة الرياضية المحترفة موضحا أن العوامل التي كانت تبدو غير مهمة في الماضي أصبحت الآن جزءا أساسيا من نظامه اليومي مشددا على أن النوم الجيد والتغذية السليمة ليست مجرد تفاصيل بل هي أساس النجاحة مضيفا أن هذه الأمور تساعد على الحفاظ على لياقته البدنية والذهنية وهو ما يمكنه من تقديم أفضل أداء على أرض الملعب وأوضح الكعبي أن تجربته مع أولمبياكوس كانت مليئة بالتحديات لكنه كان دائما عازما على تقديم أفضل ما لديها وقال أولمبياكوس هو فريق كبير ولديه تاريخ عريق وأنا فخور بكون جزءا من هذا الفريق المسؤولية هنا كبيرة لكنني أقبل التحدي بكل سرور وأعمل بجد لتحقيق الأهداف المشتركة ولم ينسى الكعبي الإشادة بزملائه في الفريق والجهاز الفنية مؤكدا أن العمل الجماعي هو سر النجاح وقال نحن نعمل كعائلة واحدة وكل فرد هنا يلعب دورا مهما في تحقيق الانتصار فالدعم المتبادل والتفاهم بين اللاعبين هو ما يجعلنا فريقا قويا وتطرق الكعبي إلى مشواره مع المنتخب المغربية معبرا عن فخره بتمثيل بلادها على المستوى الدولي وأشار إلى أن اللاعب للمنتخب المغربية هو شرف كبير لها ويحلم دائما بتحقيق المزيد من النجاحات مع المنتخب والمساهمة في رفع عالم بلاده في المحافل الدولية كما أعرب الكعبي عن تطلعاته المستقبية مشيرا إلى أنه يسعى دائما لتحسين مستواها والوصول إلى أعلى المستويات في مسيرته الكروية وفي ختام حديثها وجه الكعبي رسالة إلى جماهر أولمبياكوس والمنتخب المغربية شكرهم فيها على الدعم المتواصل مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعها لإسعادهم وتحقيق القاب أصولكم مشاهدين إلى هذه النقطة من الفيديو يشير لاتمامكم بالأخبار التي نقدمها لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم كما لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو تشجع لنا ولتتوصلوا بآخر الأخبار دائما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لتوصلوا لك آخر الأخبار